أهلا بكم ما إن سكت صوت المدفع الإسرائيلي حتى طفت على سطح الأحداث أسئلة أبرزها ما هي تكاليف الحرب وخسائرها والتبعات الاقتصادية على إسرائيل بعد حربها على غزة أكلاف زادت من عز الميزانية ومن ارتفاع نسبة البطالة ومعدلات الفقر ملياران ومئتان مليون دولار كلفة العدوان على غزة أضيفت إلى عز الميزانية البالغ 62 مليار دولار حيث تبدو كلفة عملية حارس الأسوار مضاعفة من عملية الرصاص البسكو الأضرار التي لحقت بإسرائيل متعددة من كلفة العمليات العسكرية إلى الخسائر الاقتصادية المباشرة التي طالت القطاعين العام والخاص علما أن الخسائر والأضرار غير المباشرة على الاقتصاد الإسرائيلي من شأنها أن تكون مضاعفة فخسائر الإسرائيليين من جراء صواريخ المقاومة كانت كبيرة سواء في منزلهم أم ممتلكاتهم أم مصانعهم ومحلهم التشارية خسائر مباشرة نهزت 300 مليون دولار وغير مباشرة لامست مليار دولار واحد فكلفة اعتراض الصواريخ القبة الحديدية بلغت 86 مليون دولار ووقود للطائرات الحربية ب37 مليون دولار أم ذخائر والتجهيزات فبلغت نحو 338 مليون دولار وتجنيد الاحتياط بنحو 8 ملايين خسائر إسرائيل هي ليست فقط أرقاما تزيد هنا وتنخفض هناك بل هي أكبر وأكثر فعالية وأشد تأثيرا في الجباة الداخلية وفي نفوس المستوطنين الذين غادر الكثير منهم هربا من الحرب وصواريخ المقاومة وهم الذين كانوا يمنون النفس بقضاء موسم السياحة أخيرا وضعت الحرب أوزارها سكت صوت المدفع وأطفئت محركات الطائرات وارتفعت صرخة الجبهة الداخلية في إسرائيل فالسؤال الأساسي والكبير الذي يطرحه كل إسرائيلي صغيرا كان أم كبيرا من أين ستأتي الأموال لترميم هذه الأضرار التي لحقت بالبشر والحجر فالحرب لم تعد نسها